الرسالة اللي هنا دي رسالة حلوة جدا 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 جاي من الأخ أبو بكر محمد بيقول لو سمحت يا د Biturf ممكن أسأل عن أسباب نقص البوتاسيوم في الجسم ده السؤال خطير يا أبو بكر ده سؤال بكاليريوس سؤال بكاليريوس طب أسباب نقص البوتاسيوم ده سؤال مهم جدا 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 يعني خلتي عندها نقص بوتاسيوم هو برضه تابع ابو بكر محمد يقول انا خلتي عندها نقص بوتاسيوم مستمر وبتمشي على المحليل للبوتاسيوم نسبة البوتاسيوم متدرجة بين الصعود والهبوط عمرها 64 سنة النقطة دي مهمة جدا جدا كانت عاملة عملية جراحية لتركيب المسامير والشرائح في العظم طبعا من شهرين مستمرين في هذا المنوال لا طبعا هو ازوء الموال يا ريت ترد علينا طبعا هرد عليك يا ابو بكر البوتاسيوم عنصر مهم جدا 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 في حياة الانسان البوتاسيوم عنصر مهم في ايه في حياته لان ارتفاع البوتاسيوم قاتل وانخفاض البوتاسيوم قاتل ما بتكلمش على خالتك يا ابو بكر بتكلم عموما وهي خالتك ما شاء الله على قيد الحياة وزي الفل البوتاسيوم عنصر مهم جدا وخطير جدا لكن نقص البوتاسيوم له اسباب عديدة جدا ده اللي عنده اسهال ممكن يقول نقص البوتاسيوم اللي بياخد بعض الادوية هقوله يجيله نقص البوتاسيوم اللي عنده ورم في الغدة اللي فوق الكلية اللي بنسميها الغدة الكذرية سواء في الجزء الخارجي من الغدة او الجزء الداخلي من الغدة يلا نشرح بقى يلا نشرح هو الغدة الكذرية بتطلع ايه بتطلع هرمونين كبار جدا جدا الجزء الخارجي من الغدة بتطلع هرمون اسمه الدوستيرون تاني بتطلع هرمون مهم جدا اسمه الدوستيرون وبتطلع من الجزء الداخلي من الغدة هي 3 اجزاء 3 اجزاء الغدة الكذرية لاب رượng اللي فوق الكلية 3 اجزاء الخارجي وفي النص وداخلي اللي في بره بيختلع هرمون مهم جدا اسمه الدوستيرون طب اللي في النص بيطلع كورتزون اللي كلنا عارفين وحفظين وصمت فبالجزء الداخلي بيطلع الهرمونات الخاصة بالذكورة والانوسة والكلام ده هرمونات ذكرية معظمها يعني الالدسترون يأثر في البوتاسيوم والكورتزون يأثر في البوتاسيوم طب تعالي نشوف غدة بتطلع الالدسترون اللي هو جزء اللي بره زيادة هتعلي السوديوم وتنقص البوتاسيوم يبقى اول سبب من اسباب نقص البوتاسيوم هو ارتفاع الالدسترون مصحوب بايه يا ترى مصحوب بضغط عالي لان السوديوم عالي فيبقى ضغط عالي ومش قادر يمشي البوتاسيوم مهم جدا جدا في قوة عضلاتك في انتظام قلبك من اهم الجزيئات اللي موجودة في الدم البوتاسيوم فيبقى البوتاسيوم حياء على السوديوم ويوطى البوتاسيوم يعمل المشكلة متى لو الهرمون اللي في الغدة اللي في الخارج الكذرية الجزء الخاريجي عالي اللي هو الالدسترون والكورتزون زيه بالظبط والكورتزون زيه بالظبط يعلل السوديوم ويوطى البوتاسيوم هما الاتنين بيعملوا ايه الاتنين سواء الالدسترون اللي هو الهرمون الاول او الكورتزون الهرمون التاني بيروحوا الكلة يدخل السوديوم ويطرد البوتاسيوم يبقى البوتاسيوم بيزيد في البول يطرده والسوديوم بيخش على الدم يعلف الدم يبقى لما اخد عين الدم لمريض عنده الالدسترون عالي او كورتزون عالي الائل قاتي سوديوم عالي بوتاسيوم واطي بقى التشغيل سهل بقى التشغيل سهل جدا جدا سوديوم عالي لقيته في دم عين بوتاسيوم واطي في الحال في الحال اطلب قياس الالدسترون والكورتزون في الحال حيطلع واحد يوم عالي او الاثنين عاليين اذا كان هناك نشاط في الغدة الكذرية اي الغدة اللي فوق الكلية الغدة اللي فوق الكلية لو اشتغلت حتطلع الدسترون او كورتزون تعلي السوديوم وتوطي البوتاسيوم يبقى هذا هو السبب الاول لنقص البوتاسيوم في الدم في بعض الادوية سخيفة في انها توطي البوتاسيوم زي مدرات البول في بعض مدرات البول توطي البوتاسيوم في الدم لانها بتعمل اضرار وبتاخد البوتاسيوم معاها فبيبقى البوتاسيوم واطي طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان جميع عضلات الجسم جميع عضلات الجسم بما في ذلك عضلة القلب البوتاسيوم اساسي عشان عمله اساسي عشان عمله بالنسبة للقلب ده اللي يهمه اوي 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 لان اي خلل في ضربات القلب ممكن توضي بحياة الانسان تضيعه البوتاسيوم العالي يعمل خلل في ضربات القلب والبوتاسيوم الواطي يعمل خلل في ضربات القلب القلب ما يشتغلش كويس إلا ببوتاسيوم طبيعي برقم طبيعي وبالتالي إحنا لازم صاحب الرسالة نبحث مش مهم البوتاسيوم واضح أنا عوضه عوضه في ثانية لكن السببه إيه ده اللي لازم أعرفه ما سبب نقص البوتاسيوم هل هم ما بيمتصش البوتاسيوم بالأمعاء عنده مشكلة في الأمعاء مثل الإسهال المزمن إسهال مزمن بقله سنة ست وشر أربعة طول إسهال ممكن ينقص البوتاسيوم جدا نمرة اثنين هل عنده بياخد مدرات بول هل بياخد كورتزون طيب ما بياخدش الحاجات دي هل عنده ورم في الغدة الكذرية وده المظهر الوحيد له المظهر الوحيد له أنه يبقى نقص البوتاسيوم عشان كده لازم يقيس الكورتزون والألدسترون الألدسترون مهم جدا يا أخوانا البوتاسيوم عنصر مهم جدا في الدم سبحان الله سبحان الله ورقم ضئيل جدا تقول له مثلا ثلاثة ونص أربعة حاجة لا تذكر وأساسي لحياة الإنسان عضلة القلب لا تعمل بصورة منتظمة إلا بوجود بوتاسيوم طبيعي ترجمة نانسي قنقر